موسيقى مشاهدين اهلا بكم معانا في حلقة جديدة من خلاصة الكلام دي اول حلقة من بعد اجازة العيد كنت معاكم على مدار الاسبوع اللي فات كله في اخر النهار بس دلوقتي خلاص رجعت البرنامجي مرة تانية وان شاء الله الزميل تامر امين يرجع لكم في اخر النهار يوم السبت اللي جاي ان شاء الله انا بحب خلاصة الكلام لان هو كده بيجي في نهاية الاسبوع بنلخص الاحداث كلها وبنجيب كل حاجة فانا مبسوطة ان انا رجعت البرنامجي مرة تانية طيب هنبتدي باهم الملفات اللي حصلت واهم الاحداث اللي حصلت طبعا زي ما حضراتكم عارفين انه قرار الحكومة بتبكير موعد غلق المحال التجارية ضمن اجراءات حكومية لترشيد استهلاك الكهرباء حصل على موكد انتقادات واسعة جدا خاصة لتزامن القرار ده مع تطبيق الوقت او التوقيت الصيفي وزي ما حضراتكم عارفين ان التوقيت الصيفي ده بيقلص فترة الليل شوية احنا بنناشد الحكومة احنا بنناشد الحكومة نومة يرجعوا القرار ده مرة تانية رجعوا القرار ان المحال التجارية والمولاد تقفل الساعة 10 بالليل لان ده ممكن يكون ليه تأثير اقتصادي سلبي الناس يعني بيبقى فيه تعاملات تجارية احنا عندنا هناوات في القاهرة وفي مصرف جميع المحافظات لحد ساعة واحدة واثنين بالليل وفيه عمالة عايشة على الكلام ده وشغالة في الكلام ده وفيه ناس عايشة في الكافيات بيأكلوا منها عايش وفيه ناس في المطاعم وفيه ناس في المولاد وفيه ناس في المحلات احنا مصر صحية احنا بلد صحية على فكرة احنا بينا نقف البدري عفوا يعني احنا بينا نقف البدري عن زمان بينا بجد نقف البدري وبعدين هي الناس لما تسيب المولاد وتسيب المحلات هيروحوا فين مايروحوا البيت برضو يستخدموا الكهرباء هي 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 فاحنا بناشد ان الحكومة تراجع هذا القرار واحنا عندنا معلومة بتقول ان القرار ده بيتراجع بيتراجع مرة تانية لان عشرة بالليل ده بدري قوي وخاصة ان احنا في الصيف وفي الاجازة احنا في الصيف وفي الاجازة يعني احنا هنعرف مثلا في الاماكن الصيفية نقف البدري في الناس اللي بتصيف اعرف نقف البدري ازاي ناس بتصيف ناس بتتبسط ودي سياحة شغالة ودي ناس نازلة بتشتري وبتاكل وعيشة فلما نقف البدري فيه تعاملات تجارية كتير هتقف فيه اقتصاد ممكن يتأثر فيه ناس برضو هتستخدم الكهرباء في اماكن تانية فصع عشرة ده يعني بدري قوي فانا اعتقد ده وعندنا معلومات بتقول ان الموضوع بيتراجع مرة تانية من المنتظر ان وزارة التنمية المحلية حيبقى فيه منشور بدوابط بتقول بقى الموعيت وهتقول لنا كل التفاصيل وكل حاجة ولكن انا اعتقد او انا حاسة او انا اشعر ان الموضوع ده بيتراجع وممكن القرارات دي يكون فيها كلام تاني ده مش اخر كلام هيتقال وانا اعتقد برضو ان هو ده الصح لان فيه ناس كتير جدا يعني في الصيف بيشتروا او اصلا واحد بيخلص شغله الساعة 7-8 بالليل هيلحق ينزل يروح يشتري حاجة هيلحق ينزل يخرج شوية مش هيلحق والولاد كلهم دلوقتي يواغدين الاجازة وكله هيسافر فيعني الكلام مش منطقي فاحنا بنناشد الحكومة ان هي تعيد النظر في هذا القرار طيب ده كان اول ملف معنا وان شاء الله قريب هنقول اخبار حلوة تاني خبر معنا عن الحج النيابة العامة اتخذت اجراءات راضعة ضد شركات السياحة المخالفة لضوابط الحج ايه اللي حصل؟ ان النهاردة فيه تطورات في ملف ازمة الحجاج امرت النيابة العامة بفتح تحقيقات عاجلة مع عدد من شركات السياحة اللي نظمت رحلات اداء مناسك الحج لهذا العام وطبعا خلفت الضوابط والاجراءات القانونية النيابة حققت في القضية رقم 8,475 لسنة 2024 اداري اول المنتزة في بلاغ من شركة سياحة بالطلاع متهمين الاول مدير فرع الشركة بمحافظة الاسكندرية والتاني صاحب الشركة اخرى عملوا ايه بقى الناس دي؟ اوهموا الناس اوهموا اعتقد 25 مواطن بقدرتهم على انهم يسفروهم للمملكة العربية السعودية لاداء فريدة الحج بتأشيرات زيارة مش بتأشيرة حج بما يخالف الاجراءات القانونية وده نتج عنه وفاة واحدة من الحجاج وهي بتسعى في اداء مناسك الحاجة امرت النيابة العامة بضبط المتهمين هم دلوقتي محبوسين على زمة القضية وفي التحقيقات ده كلام جميل جدا وطبعا الشركات اللي بقية جاية يعني دي دول شركتين النهاردة الشركات اللي بقية جاية اللي راحوا اوهموا الناس واقنعوا الناس تعال اطلع لك تأشير الزيارة وهخليك تحج وراح صفروا هناك وسابوا في الطل سابوا من غير اكل ولا ميا ولا مواصلات ولا اي حاجة وقالوا روح لو تقدر روح ده زي بالضبط الهجرة غير الشرعية على فكرة زي تجار الهجرة غير الشرعية اللي بينتفعوا وبيجيبوا الولاد الصغيرين ياخدوا من اهاليهم دم قلبهم ويروحوا يرمون في البحر ويقولك عوم لإيطاليا هي هي بالضبط وما خدوهم ودوهم هناك ولوهم عوموا بقى الموضوع متعب جدا الناس هناك الجماعة هناك في المملكة العربية السعودية عامل حسابها على عدد معين من الحجاج تفاجأت ان العدد اكبر بكتير فطبعا عاملين حسابهم على مواصلات معينة على اكل معين عاملين حسابهم على كده عدد كبر قوي والخطأ ده ما كانش في مصر بس الخطأ ده كان في مصر وكان في اندونيسيا وكان فيه كذا بلد تانية واحنا شرحنا بالتفصيل قبل كده ايه اللي حصل بالضبط مش من مصر بس لكن مصر واندونيسيا اكتر بلدين توفى منهم ناس طبعا الناس اللي توفوا دي ربنا يرحم ربنا يرحمهم ويصبر اهليهم ولكن احنا انا لازم وانا راحة اتبع نظام البلد اللي انا رايحة والحجر اللي يقدر عليه سواء مديا او صحيا ولكن هنقول ايه برضو هنرجع نقول الناس دي قمية حياتها نفسهم انهم ما يحجوا طيب انا معايا دلوقتي على الهاتف استاذ يسري البدري طيب نحاول نكلمه مرة تانية انا معايا دلوقتي على الهاتف معايا مين يا جماعة على الهاتف اه معايا النائبة نورة علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وكان فيه النهاردة لجنة اتعاملت عفوا امبارح عشان يبقى فيه ضوابط للحج والضوابط دي يكون ضوابط صارمة جدا وقوانين صارمة جدا لموضوع الحج وموضوع شركات السياحة اللي بتنظم الحج يا سيادة النائبة اهلا وسهلا يا فنان اهلا وسهلا بحضرتك وليلي ايه اللي حصل امبارح الحقيقة امبارح انا كان يهمنا ان احنا نشرح الوضع بالضبط علشان واضح ان كان فيه يعني لبس في الموضوع اه الشركات السياحة حضرتك بس عارفة ان فيه شك حج نظامي وحج غير نظامي ايوه الحج النظامي ده هو اللي هو الحج بيخرج فيه عن طريق التلات جهات الشرعية اللي هي الدخلية اللي هي العرقرع يعني والتضامن والسياح ايوه نظرا لان احنا السنة دي طلعنا حوالي خمسين الف حاج كان فيه طبعا رغبة واشتياق طبعا يعني فضيح حضرتك عارفة ايوه وانه الحج السنة دي الحقيقة كان سعر مرتفع سعر مرتفع نظرا لكل حاجة زادت سعرها اللي حصل انه اقل سعر للحج البري كان مية خمسة سعين الف جدي وكان عدد الحج البري ستة لا فقط وانتي متخيلة حضرتك الاشتياق بتاع الناس البسطاء في النجوع وفي القرى وفي كل حتة هو كل هدفه انه يحج ويعمل الركن اللي فاضل ويكمل اللي هو عليه طبعا في الوقت ده كل شركات الوهمية وسط مصر بينترزوا الفرصة وينصوبوا عن الناس على فكرة دي مش اول مرة بس النهارة استنادي كانت بطريقة يعني زايدة قوي زايدة والتحايل كان عالي قوي وهموا الناس ان هم هيجب لهم تأشيرات وانهم هيخليهم يروحوا لحجوا بمبلغ حول عمليات نصب عمليات نصب طبعا عمليات نصب بزا بزا طبعا التأشيرة اللي هي جابت لو كانت هي تأشير الزيارة التأشيرة دي مكتوب عليها واضح جدا انها لا تصلح لك وانها ممنوع دخول مكتة فيها انبارح لجنة السياحة والطيران المدني اعاقدتوا اجتماع في مجلس النواب ايه اللي حصل فيه اللي حصل ان كان فيه موجود سيد وزير السياحة سيد وزير الشؤون نيابية وزارة السحة ووزارة الهجرة ووزارة الخارجية كل المناطين بالموطوع ايه واحنا قلنا ان اللجنة نبهت لان ده هيحصل من شهر ابريل يعني عن قلت اللجنة قلنا ده جاي انما لما حضرتك بتشوفي ان فيه تأشيرة بيقدر الموطن ان ياخدها وتأشيرة صالحة مفيش اي حاجة في الدستور تخلي اي حد يوقف المسافر ده ان هو يغادر البلد فاحنا دلوقتي توجهنا انه السنة جاية ان شاء الله او من قبل الحج لازم يبقى فيه ترتيبات مع الجانب السعودي ان احنا ان شاء الله نقلل الاعداد ونزبط الاعداد لان الناس دي مش مفروض توصل لمكة الناس دي وصلت ودخلت وكله تحال وكله نظب زي محاولة كولتش بالضبط طيب ايه التوصيات اللي طلعتوا بيها التوصيات هم حوالي 12 توصية ايوه التوصية كان طبعا اول حاجة ان احنا نشوف الموجودين هناك ونشوف حالته مصطحية ونهتم بيهم طبعا من الانصريات والسياح اللي هو فعلا بيتم طلبنا انه يبقى فيه رد القانون بتاع البوابة لابد ان بصي القانون لما تعمل ده يعني بصي حالتك مش قرآن ممكن احنا نعمل تعديل فيه انما هو قانون لم يفعل فاحنا عايزين قانون بدء انه يفعل لو قانون اتفعل العقوبات راضعة يا فنم ولا يمكن ان حد يقبري يعني انا شايف انه قيام مثلا شركات السياحة بتنظيم رحلات الحج تبقى لضوابط صارمة تضعها وزارة السياحة والاسار تمنع تنظيم رحلات الحج الا بتأشيرات النظامية المخصصة للحج السياحي فايه الضوابط اللي هتخطوها على شركات السياحة لا بص يا فنم الدوابط دي لازم زي ما وصينا ان هي يبقى قاعد فيها قطاع الخاص اللي هو قاعد جوه اللجنة النجلة العالية للحج مع الجهات مع الخارجية مع السياحة لازم المراضي تطلع وفيه حاجة مهمة جدا حضرتك احنا لازم نوعي الناس لازم نوعي المواطن البسيط لازم انا اوعيه بحملة اعلانية في التليفزيون والراجو والجرائد لا انا لازم اوعيه حتى عن طريق الشيخ اللي في الجامعة وانا عايز اقول لحضرتك حاجة يا سيادة النقابة يعني هي الفيديوهات للحجاج الغير نظاميين اللي راحوا وكانوا ماشيين المسافة الكبيرة دي على رجليهم ده مش توعية؟ لا دي مفروض توعية كفية بس عارف حضرتك يعني كم المشي اللي مشيوه في الحر وفي موجة الحر الفضيعة اللي احنا كلنا بنعاني منها ويمشوا بالعشرين كيلو بس الحادث الحواجز بتاعت السنة دي الحواجز بتاعت السنة دي مفروض انها توعية كفية طبعا ده توعية كفية جدا وقت حجير انما برضو لازم نشتغل من كل حتة وده برضو احنا وصينا به انه الاوقاف لازم تدخل معانا في انها تواعي عن ريء الجامع اللي هو في الخرية او في النجا برضو التوعية مهمة قوي لانه مش هي بستوحية صحية بس الدينية أساسية برضو فيه كمان حوكمة نظام ترخيص شركات السياحة مع مخاطبة الغرف التجارية بعدم اصدار سجلات تجارية تتضمن ممارسة الانشطة السياحية والخدمات المرتبطة بها الى بعد موافقة وزارة السياحة والاثار يعني انا شايف انه كله على شركات السياحة المشكلة دلوقتي ان فيه شركات اسمها شركات خدمات سياحية هي مش واخدة ترخصها من وزارة السياحة واخدة ترخصها من جهات اخرى محليات وخلافه دول ما يمسعش وليس لها الحق في ممارسة اي شيء له علاقة بالسياحة او بالحج او العمرة فلازم ان احنا نتفق ونقعد برضو مع الجهات ونقول لهم مش من حقوق ونطلعوا للناس دي شركات خدمات سياحية كلمة سياحية دي الحياة لازم تتشلم كل سجلات تجارية لانه هو من هنا التنصار بيسبق بيها ومن هنا بينصب بيها طيب فيه كمان حاجة عجبتني جدا تنظيم حملات توعية مكثفة بمختلف وسائل الاعلام للتحذير من التعامل مع السمصرة والكينات غير الشرعية مع هو ده اللي بقوله لحضرتك ان شاء الله حتى على مستوى الجامع او الزاوية اللي موجودة في القرى لان لو حضرتك تشوفي انا هقول انه الغالبية العظمة دي من البسطاء من المواطن البسيط فانا لازم اشتغل على توعيته من مدة قبلها طويلة فانا مش قبلها بشهرين او ثلاثة لابد ان المدة تبقى كافية ونشتغل عليها ان شاء الله من دلوقتي طيب يعني موضوع السمصرة ده برضو يعني السمصرة ده كريسي اه اه اللي هم مين مين السمصرة دول اللي هم بيعملوا ايه يعني بتفدن بحد من القرية يلف على البيوت اه على موتوثيك لحضرتك هي كده بالزبط بيلف يقوله حاج انت فاتت طلعتش في القرعة ولا يهمك انا عارف اجيبلك وانا عندي شركة في السعودية وديني وانا هستطرق باقل بدل ما تشتعى مائة وتسعين تديني مائة وعشر طيب ماهو التاني ما يصدق يعيني عايز يطلعي حاجة وهو مش فاهم بقى وهو مش فاهم مش فاهم حاجة خالص خالص ولا عارف رايح فين يعني كمية الناس اللي كتايها اللي شفناها تايها في الفيديوهات هو مش عارف هو فين يا فندب هو نزلهم البص وقال له انزل ويسابه ومشي ده منتقى التوحش الحقيقة يعني لا نزل 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 وانا كنت لست بقول دلوقتي زيها زي الهجرة غير شرعية بالزبط بالزبط اللي بيروح يربوهم في البحر ولا كعمل إيطاليا بدون اي تنسيق بالزبط بدون اي تنسيق وبدون اي حاجة وبدون ان في مرشد ماشي معاهم وبيقول لهم لا هنمشي كده لا هنمشي كده فيه أوتوفيز بنركبه يعني مفيش اي حاجة خالص طيب فيه بند كمان في التوصيات مهم جدا بيقول وضع قليات جديدة لمنح تأشيرات الزيارات بمختلف انواعها من خلال التنسيق مع الجانب السعودي ووزارة الخارجية المصرية بحيث يوقف اصدارها قبل موسم الحج بفترة كافية لا تقل عن شهرين ده بالزبط اللي احنا طالبنا به من ابريل اللي فات اللي هو قبل الحج قلنا انه لازم يتبقى فيه نقاش وتوافق بين الحكومة المصرية وبين السعودية في انه الزيارات دي لازم انها تتوقف قبل فترة الريبة فترة الريبة اللي هي الفترة اللي ممكن الفترة اللي هو ممكن الحاج يقعد فيها ويتخلف ويتكمل يعني يطع قبلها في شهرين زمانة كتل عمرة اسمها عمرة وحج فكان بيتطلع ويعمل عمرة ويروح عجل وشه راكن بقى كده مش مهم يروح الحرم ويفطر اي حاجة ويبقى تفقي حتى بس المهم انه يحج فاحنا عايزين انه كل انواع التأشيرات دي توقف في فترة الريبة الفترة اللي هي ممكن الحاج يضحك عليه ويقوله روح وحتحج كمان طيب وده تنفيق ان شاء الله تتحمل التوصيات دي كلها جميلة جدا بس بقى آلية التنفيذ يا فندم واللي هي دايما بيبقى عندنا مشكلة فيها في ان احنا ننفذ بقى بلسي حقريتك انا لسه ايلالهم من بقى انه احنا هنفضل نتابع الملف ده كل شهر او كل شهرين من اللجنة مش هنسيبه مش هنسيبه لان انا عندي مدة كافية سنة وسبعة هفضل وراهم لغاية ما هنتتنفذ ان شاء الله بس انفع غير كده بإسم الله بشكرك جدا لنهايبة نور علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بنشكرك جدا طيب سريعا كده سريعا سريعا هعدي على الزمالك واللي بيحصل فيه طبعا زي ما حضراتكم عارفين او اللي احنا عارفينه او اللي احنا فاهمينه ان الزمالك انسحب من المبارات القنة مبارات الاهلي والزمالك صح مش انتو فاهمين كده انا فاهمة كده حد فيهم حاجة تانية اجيب كده لكن بيقال بيقال لا ده ما انسحبش اصله هو ما قدمش انسحاب بقدم اعتذار انا اعتذرت لظروف قهرية انا ما انسحبتش انا اعتذرت لظروف قهرية طيب احنا ما كناش فاهمين كده ان احنا اللي فاهمينه ان هو انسحب صح لانه ده اللي تقال ساعتها صح لا قالك لا ده اعتذر لظروف قهرية طيب لو هو اعتذر لظروف قهرية او ده اللي قدمه بقى في الاوراق الرسمية انا بتكلم ده هيترتب عليه ايه هل هيترتب عليه حاجة احنا ما كناش فاهمينها او عارفينها وإدارة الزمالك فقط هي اللي كانت واخدة بالها منها وعارفة هي نوية تعمل ايه ده اللي احنا هنفهمه دلوقتي اكتر معايا مين يا جماعة الهاتف معايا مين الاستاذ عامر العميرة خبير اللوائح اهلا وسهلا يا فندم اهلا بحضرتك ايه اللي بيحصل بالزبط ايه اللي بيحصل بالزبط يعني احنا فاهمين ان هو انسحب الزمالك انسحب ودلوقتي اتفاجئنا بيقولك لا انا ما انسحبتش ده انا قدمت اعتذار لليه ظروف قهرية هل ده لا هو انسحب هو انسحب وتلع قرار من الربطة بخسارته المباراة تلقى للمادة 50 النادي اللي لا يتوجه لأداء احدى مبارايته بيعتبر اه منسح وطبعت عليه المادة 51 اللي هو خسارة المباراة خاص من ثلاث نقاط مثل رصيد نقاطه وده هيبط احسن موسم يعني هو حاليا عنده 34 هيتختم ثلاث نقاط في نهاية الموسم وحاليا 34 مايناس ثلاث هيتوقع عليه عقوبة من الربطة وهي وقعت عليه النهاردة غرامة 100 ألف زائد المسؤول عن قرارة بن الحاب هيتم توقيع العقوبات عليه والربطة النهاردة اعلنت اللي هم جاري البحث والتحقيق مين المتسبب في الانسحب عشان الربطة تتخذ أمامه إجراءات طب أنا عايزة أسأل حضرتك سؤال هل ايه اللي هو قدمه بيدل على انه هو انسحب رسميا طيب العز القهري الليحة ثلاث حاجات ها اللي هم ايه لو راح المباراة تمام ومتأخر عشرين دقيقة فالحاكم بينهمتش فالحالة دي أول حالة من ثلاثة تقدر يتقدمي العز القهري بتاعك اللي يخليك توصلي متأخرها عشرين دقيقة اللي هو مثلا حاجة الطريق غير متوقع حادث الكلام ده فممكن الربطة تقبل عزرك وتعيد المباراة أو ترفضه تمام اللي انت وصلت وتخسر نقاط المباراة فقط طب الحاجة التانية لو وصلت معاديك عادي بس ما قدمتش الكرنهات بتاعك اللعيبة الحاكم بينتظر عشرين ديئة وبيصفر وبينه الموتش وبيقدم تقريره طب ممكن تقدمك دين ده عزر قهري أنا مثلا الكرنهات كانت مع الإداري والشنطة مثلا ضاعك فده ممكن الربطة تبقى فاعتها تشوف هل ده عزر مقبول فلو شفته مقبول ممكن تعيد المباراة لو غير مقبول بتخسر بس نقاط المباراة طب الحاجة التالتة اللي حضرتك وصلت الملعب وفي معادك القانوني بس عدد اللاعبين اللي معاك مش العدد القانوني اللي تبدأ بالمباراة طب الحالة دي الحاكم بيلغي المباراة وبيرفع الأستاذ حصل حادث لقدر الله فاللعيبة اللي خرجوا سلام أقل من العدد أو حصل أي حاجة فتقبل لا ترخط دي العزر القهري التلات حاجات بتقول حالة الزمالك مش عزر القهري هو قبل المطش وليها توصيف المادة خمسين بتقول في حالات الانسحاب اللي هي الاربعة من ضمنهم عدم التوجه للأستاذ والزمالك لم يتوجه للأستاذ وقال أنا مش هروح بجواب رسم فيريد لو هم يقروا تاني الحالات بتاعت التأشير عن المدارة هل في دلوقتي تلميحات يعني بإن احنا اعتذرنا ما نسحبناش لا ما خلاص القرار بس قرار تلعنوا الربطة من لجنة وتم التصديق عليه من مجلس الإدارة بتاع الربطة دمام وقرار مجلس الإدارة مش هيرجع فيه عشان تم التصديق عليه نادي الزمالك عنده إجراء ثلاث عشر تيام من استلام القرار اللي هو كليوم المط فتبتدت عدة من تاني يوم اللي هو ستة وعشرين عشر تيام تستأنفع القرار هل نادي الزمالك قدم استئنات على القرار العشر تيام لسه نخلصوش بس أنا عايزة أقول حضرتك حاجة هل ممكن مايلعبش مطش سيراميكا الجاي المطش مع سيراميكا عادي ممكن مايلعبش برضو هيتخفل منه ثلاث نقاط ويخسر المطش ولو مايلعبش اللي مطش اللي بعده ليه اللايحة جزئين مادة خمسين بتقول لو حضرتك فريق انسحب واستكمل البطولة أنا ممكن انسحب خمس مطشات هيتخفل منه خمساشر نقطة واخسر المطشات وهرجع أكمل فكده عادي طيب إمتى الفريق ممكن يهبط ونتائجه تتلغي لو هو انسحب وأعلن اللي هو لاني يتكمل المسابقة أنا خلاص مش هلعب تاني الزمالك ما قالتش كده فلو قالت كده وفيه مطشات لسه في الدور الأول ما تلعبتش هستلغي جميع نتائجه في المسابقة وكأنه ما لعبش طيب لو الكلام ده حصل وانسحب وأعلن مش هكمل المسابقة والدور الأول قال خلص هيتم اعتماد نتائج الدور الأول والغاء نتائج الدور الثاني طيب لو نادي الزمالك مثلا أو أي نادي لعب 33 مطش وجي في المطش 34 و30 انسحب اللي هو بتقول إيه بتقول لك يحبط ليه عشان المباراة الأخيرة دي لو أصارك في نتائج الفرق الأخرى وبالتأكيد أصر أنت آخر مطش ما بلعبهش عشان فريق يعود أو فريق يحضر دوري أو مركز متقدم فاللي هو بتخليه يحبط حتى ومطش الأخير يعني الزمالك في كل الحالات خسران خسران طبعا يعني الخطوة اللي هو أخذها دي كده في كل الحالات خسران خسران هو خسر والتمادي هيخسر أكتر يعني مش ممكن يطلع يقول أصلا عتذارت ما منسحبتش وده نعم بص القرار ترع من مجلس ترعبت الرطة وبقى نهائي مثلا ليه كقرار مش هيدار أنا بكلم ما دع تظهر لا اللايحة بصي كلمة اعتذار لازمة تكون في اللايحة لها اللايحة بتقول برضو أن الأهلي لازم ينزل الملعب لا ما بصي ينزل الملعب إمتى لو أنت يوم المواطش وأنا ما روحتش أنت يطلع قرار تمام وراح لمكتب الوزير وراح للأمن والسادات والسادة القاهرة والوزير اتدخل برضو عسان المشهد ده ما يقررش والملعب بتقفل الأهلي اللي لو راح هيخش الزهر فالتا جاي للقرار اللي الملعب خلاص مقفول ما يمتعش تروح الناس اللي بتأمنك الأمن والشرقة الإفريقية راح طب أسألك سواء هم كانوا متخيلين أن هم ممكن يمشوها بطريقة معينة اللي هو لا إحنا اعتذرنا ما انسحبناش فتعدي كده هل هم متخيلين كده يعني ده لسه ممكن وارد كل واحد وليه خساباته بس لسه الأضرار الكبيرة لسه ما جاتش اللي هي الخسارة المادية للأهلي والربطة للأهلي ها الأهلي خسر عامل عقدي رعاية الرعاة الشركة والتلموتش الجماهير الربطة خسرة الشركة اللي هي البس التلفزيوني خسرة كمية الإعلانات طبعا هيأخذوا الفلوز ممكن يعودوا بالحق على نادي الزمالك قصة عودات دي فالموضوع كبير طبعا طيب الأستاذ عامر العميرة خدير اللوائح أنا بشكرك جدا شكل كده الزمالك كده خسرانة كده خسرانة معرفش نادي الزمالك ليه منحوص طول الوقت مش عارفة يعني مفيش إدارة تمسك نادي الزمالك تعرف تمشي صح يعني ليه دايما كده ليه الزمالك دايما عنده مشكل اللعيب في الناس طول الوقت طيب ده بخصوص نادي الزمالك في بداية الحلقة أنا كنت اتكلمت عن الكهرباء وقلت انه يريت ان الحكومة تعيد تقييم موضوع قفل المحال التجارية والمولات الساعة عشر بالليل ده لان ده بدري جدا وممكن كده يحصل مشاكل اقتصادية والعمالة اللي شغالة والناس اللي شغالة في الكافيات والناس اللي شغالة في المولات يعني قلنا ان ده قرار ممكن نحن نعيد دراسته مرة اخرى دلوقتي حالا على السوشيال ميديا النائب عفوا على تويتر النائب مصطفى بكري كاتب دلوقتي حالا هو وانا بكلم حضراتكم كاتب تويتر وكاتب على موقع اكس بيقول ايه بيقول علمت ان الحكومة المصرية تراجع موقفها من قضية اغلاق المحلات التجارية في العشرة مساء بناء على توجيهات رئاسية بناء على توجيهات رئاسية الاقتراح الذي يدرس حاليا الاغلاق لفترة محدودة بالفترة النهارية مع ترك المحلات مفتوحة طيلة الفترة المساءية حلو 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 عارفين ليه حلو حلو ان احنا نقول رأينا ونتسمع حلو 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 ان احنا نعترض على حاجة ونقول رأينا ونتسمع ده شيء جميل ورأينا مهم لان احنا اللي عايشين واحنا اللي عارفين واحنا اللي فاهمين احنا بنعمل ايه فلما نتسمع حلو حلو لو ده بيتدرس دلوقتي واكيد النائب مصطفى بكري مش كاتب كده عبسا يعني هو كاتب كده بناء على معلومات عنده فبناء على توجيهات رئاسية ان الموضوع ده بيتدرس دلوقتي ان المحلات التجارية والمولات مش هتقفل الساعة عشرة بالليل لا هيسبوها خلال الفترة المسائية كلها عشان الناس تسترزق وتاكل عيش وده مهم جدا وحلو حلو ان صوتنا يتسمع هنرجع نكمل معاكم بقى ملفاتنا ولكن بعد الفاصل استنونا ايه اللي بيحصل في لبنان دلوقتي لبنان اللي هي جارتنا بيحصل فيها زي ما حضرتكم عارفين انه اسرائيل بتحاول ان هي توسع الحرب على لبنان وعلى قطع غزة وعلى فلسطين حصل النهاردة بالفعل ضرب في جنوب لبنان وعلى الحدود وفي احد قيادات حزب الله تم اختياله وفي ضرب حقيقي بيحصل على الارض دايما كنا بنقعد نقول لا مش هيدربه لا مش هيدربه فاكرين في بداية غزة في 7 اكتوبر نقول لا مش هيدربه بيدربه 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 في الاخر ولكن حزب الله اعتقد اعتقد منظم اكتر اقوى يعني حماس برضو بتشتغل تحت ضغط طول الوقت وتحت احتلال هما محتلين فبيشتغلوا تحت ضغط وتحت احتلال حزب الله لأ حزب الله لأ حزب الله منظم سواء اختلفنا معاه او اتفقنا معاه على فكرة ولكنه منظم وعنده اسلحة وعنده سواريخ متطورة وعنده ناس مدربة وعنده ادوات كتير ممكن تكون مش موجودة عند حماس طيب انتو حماس بقالكم هو داخلين اوقف 8 شهور 9 شهور يعني بيحربوكوا باسلحة بدائية جدا ومعرفتوش تقدو عليهم لحد دلوقت ما حصلش حصل ما حصلش 9 شهور واحد ما قضوتوش على حماس طيب حزب الله المتطور اكتر اللي عنده سلاح اللي صوركوا من فوق بالهدهد ده هتعرفوا تخلصوا عليه بسهولة فالواحد يعني المجرمين دول سواء جالنت او نتانياهو او الناس المجرمة دي انتو بتفكروا ازاي طب انتو هتوسعوا الحرب طب وبعدين انتو بقالكوا 9 شهور ما خلصتوش على حماس وبتقولوا ان دي اهم اهداف الحرب بتاعكم حزب الله اللي منظم اكتر واللي عنده سلاح واللي عنده زخيرة واللي عنده عتاد واللي عنده ناس مدربة ده اللي هتقدروا عليه الموضوع مش بالسهولة دي على فكرة مش بالسهولة دي جالنت راح امريكا عشان عايز شحنة سلاح جديدة طب هل هيدولوا شحنة سلاح جديدة ممكن يكونوا الدولوا اصلا احنا ما نعرفش وده يكون بروباجندا للإعلام وممكن يكونوا الدولوا عشان يخلص والنهاردة وزير الدفاع الاسرائيلي واب جالنت في زيارته الواشنطن حذر وقال ان الجيش الاسرائيلي قادر على ان هو يعيد لبنان الى العصر الحجري في اي حرب مع مقاتلي جماعة حزب الله وفي نفس الوقت قال بس احنا نفضل ان احنا نحل حل الدبلوماسي وهو بيدرب النهاردة الصبح في الجنوب وفي الحدود في لبنان فالدنيا واخدانة ورايحة دينا على فين الواحد ما بقاش عارف بس الواحد بجد ابتدى يبقى الآن لان كل دا بيحصل على الحدود بتاعتك لبنان غزة سودان في حاجات كتير في حاجات كتير بتحصل على الحدود بتاعتك الموضوع بقى خطير توطرات اللي بتحصل دي بقى خطيرة فإن اللي بيحصل في لبنان ولبنان رايحة على فين معايا دلوقتي على الهاتف من بيروت الدكتور حسن جوني أستاذ القانون الدولي في الجماعة اللبنانية أهلا وسهلا يا فندم وخبير لدى المنظمات الدولية أهلا وسهلا أهلا وسهلا بكم معلش يا جماعة ممكن تعالوا صوت بس صوت ألو يا دكتور أهلا وسهلا بحضرتك طيب أنا لسه كنت بقول دلوقتي بغض النظر اتفقنا أو اختلفنا مع حزب الله لكن حزب الله منظم أكتر وعنده زخيرة وعنده عتاد أكتر من حماس اللي إسرائيل فشلت في النهية تقضي عليها فيه خلال تسع شهور فهل من السهل النهية تخش في حرب جديدة مع حزب الله تعليق حضرتك إيه هذا موضوع مصروح بقوة اليوم منذ عام 2006 وليس بجديد يعني قبل توفان الأقصر الكيان الصهيوني الإسرائيلي هو مرضوح منذ عام 2006 هو كان الجماعة يعتقد أن إسرائيل سوف تكون بالرد بعد هزيمتها واعترافها بتقرير بنوغراد بأنها حزمت وأن الرئيس بيري في ذاك الوقت رئيس الكيان قال بأنها إذا هزمت إسرائيل لو خسرت الحرب انتهت رغم ذلك الجميع كان يعتقد بأنه بعد عدة أشهر تقوم إسرائيل بالرجوم على الأبنان لكي أنها لم تكبروا الهزيمة حتى الآن منذ 2006 وهي تخاف من المقاومة في الأبنان بخياتة حزب الله منذ ذاك الوقت وهي مرضوحة فكيف الحال الآن بعد أن كل هذا الوقت الذي تخذه حزب الله للتشهيد ولأول مرة في الحرب يتحدث حزب الله عن الحرب الجوية ليس فقط عن الأرض والبحر المعركة الآن في البحر والأرض ويسمع لذلك هناك احتمالات تكون واحد على مليون لما تكون إسرائيل الأبنان حتى لا نعرف صحيح أن الصحاينة والإمبريالية الأمريكية هم يعتمدون على العلم والواقع ويحللون ولكن في نفس الوقت هناك مغامرة قد تكون بها إسرائيل لدى احتبال نضعه نحن ولكن احتمال بقيل جدا 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 بدليل أنها لم تتجرأ منذ عام 2006 أن تم حزب الله أن يتسلح وأن يصل إلى ما مصل إليه يعني حضرتك بتستبعد الحرب استبعدها وتركت واحد من مليون احتمال لأنه ليس لدينا معلومات ما يخطط له الحدو وليس لدينا معلومات طب أسأل حضرتك سؤال تاني أسأل حضرتك سؤال تاني أسأل حضرتك سؤال تاني دلوقتي بعد ما حسن نصر الله طلع في فيديو وفيديو في تسع دقايق منه مصور مناطق مهمة في الكيان هل إسرائيل تقدر تعيش تحت هذا التهديد؟ أعتقد لا يعني بعد ما هو طلع الهدهد ومصور مناطق مهمة في الكيان هل إسرائيل هتعرف تعيش تحت هذا التهديد؟ هتسكت؟ أنا قلت إنه منذ عام 2006 وهي لا تستطيع الآن الأمور أصبحت أصعب على الكيان فهيوني كون أنه حضرت الله انتلك أسلحة كبيرة جدا فكانت صعيدة أيو 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 وهذا شيء مهم جدا جدا وأعتقد إنه إسرائيل لن تتجرى وخصوصا إنه أي معركة قادمة تبطل إسرائيل ستؤدي إلى دمار إسرائيل ودمار تل أبيب وترى دمار حيفو الفرق بيننا وبينهم إننا نحن هنا أرضنا تزورنا حياتنا بينما هم مستوطتون استوطنوا هذه الأرضين وبالتالي عندما يشعرون بالخطأ يخرجون هناك اليوم أكثر من مليون صهيوني قال إنه هناني عود إلى فلسطين وهناك اليوم هجرة معاكسة هجرة عكسية طبعا 62 ألف شخص يترك إسرائيل يومية صح وبالتالي هناك إفراه لإسرائيل فلسطين المحتلة وعودة في المستوطن خوفا من أي حرب قادمة أعتقد إنه ليس هناك حرب هناك تحويل هناك تهديد هناك فقط يأخذ بعد المكتسبات السياسية على الحدود ولكن لن تتجرأ إسرائيل على ضرر سبنان وإذا تجرأت يبقى احتمال بسيط لا نعرف ماذا في خط تخطيط الامبريالي الأمريكي في المنطقة لأن الإسرائيل هنا إذا قامت بأي مشروع سيكون في خدمة مشروع امبريالي لعادة رسم المنطقة بأكملها فإن يكون نحن أمام حروب كبرى أسأل حضرتك سؤال وهذا أعتقد إنه احتمال ضعيف شفر هل عندك معلومة السواريخ اللي موجودة عند حزب الله تقدر توصل لحد فين عندك معلومة لأي مدى لا هي ليس قصة معلومات نحن هنا لسه نتبادل معلومات نتبادل تحليل المعلومات هي عند هذه معلومات سورية هو حسن ناصر الله طلعه وتكلم عن الأسلحة وقال إنه عنده أسلحة حديثة جدا قال عنده أسلحة حديثة جدا ممكن هما ما يعرفوش عنها حاجة سيدتي سيدتي نحن قلتنا هنا لنعطي معلومات أنا ليست عديها أنا كل ما عرفو بأن سيد حسن عندما هدد إسرائيل وإسرائيل الصهيوني قال بأنه يستطيع أن يطال تل أبيب ويطال حتى ديمونة في جنوب طبقا لتحليل هو أسرح عن ذلك يعني ليس بالضرورة أن تحصل على معلومة من هناك طبقا لتحليل حضرتك رؤيتك إنه بالفعل عنده صواريخ تقدر توصل لتل أبيب سيدتي أنا إنسان إستاذ جامعي لسته عشكريا ولسته لا أعرف هذا سؤال غريب يعني لا أعرف ماذا تطرحينه هذا سؤال استخباراتي يعني ماذا تريدين أن تقولي الإسرائيلي يعني أنا لسته أنا إستاذ جامع أنا فهمة أنا فهمة أنا فهمة أنا بحرك وطول بنحلل فلو هو طلع آل كده لا يسأل سيدتي سؤال ليست بما أحضرتك سؤال استخباراتي إسرائي فأسولي الحزب الله أنا لا أعرف طيب إذا حدث فعلا وفي ضرب حصل أو الحرب أنا أقولك إن السيد حسن قال إنه نستطيع أن يضرب ديمونه هل أنت تسأليني إذا أنا عندي معلومة يعني بدأت أشكك السؤال طيب يعني لا أعرف أنا أستاذ جامعي أقرأ السحافة وأتابع لا أستطيع وأتابع أقرأ التقارير نسته بحزب الله طيب لو حصل حرب على لبنان أو لو حصل ضرب بالفعل إيه اللي بعد كده ممكن يحصل شايف الرؤية إزاي الرؤية هي دمار كبير 6 من الابنان ولكن أيضا سيكون هناك دمار لإسرائيل دمار كامل وتكون نهاية في إسرائيل لذلك إسرائيل لن تجرؤ تجرؤ منذ 2006 بعد وقت على لبنان طيب داخل بقى الكيان الصهيوني فيه دلوقتي عنده مشاكل كتير جدا عنده مشاكل اقتصادية عنده هجرة عكسية عنده مشاكل كبيرة جدا نتانياه ونفسه عنده مشاكل جوه وفيه قضايا مرفوعة ليه وقضايا فساد وحاجات كتير جدا إزاي قادر الكيان أنه هو يكمل حرب حرب كبيرة بهذا الشكل ويوسع الحرب بهذا الشكل وهو عنده في الجبهة الداخلية مشاكل كتير جدا إزاي قادر يعمل كده صحيح هناك عنده مشكلة أمريكية إمبريالية صحيحونية لعادة رسم المنطقة بأكملها وليس فقط في لبنان هذه المعركة إسرائيل اليوم هي لا تستطيع أو هذا البرنامج الإمبريالي المشروع إسرائيل اليوم بعاجزة عن تنقذه لأنه هي كبيرة فالتون عاجزة ضد مقاومة في فلسطين منذ تسعة أشهر وحسب المحللين المتابع وحسب رأيي أنا كأستاذ في القانون الدولي وقراءة للحروب عندما يكون هناك مشروع يكون به الإسرائيلي ويكون سيدم الحماس وسيعيد الأسرة وكل هذا الكلام وهو لن يحقق ذلك منذ تسعة أشهر هو الآن لو حققه هو لن يحقق ذلك ولكن حتى الآن يعتبر بأنه انهزم هو انهزم انهزم طبعا لأنه الأهداف ما حققهاش وما حققش أي هدف من أهداف الحرب اللي هو أعلنه لأنه يحقق أي هدف بعدين تسعة أشهر وليس تسعة أشهر يعني هذا جيش تسعة أشهر يحارب في منطقة صغيرة جدا المشاكل اللي جوه الجيش الإسرائيلي نفسه والناس اللي بترفض ليس سطحة ولايسها جغرافية جبال ولايسها جغرافية فيها سلوج وشدال ومستنقعات لا ويحارب على منطقة منطقة حاوة تسعة أشهر في كيف الحال إذا قتها إلى لبنان تتكون نهاياته بدون المشاكل طبعا المشاكل بقى اللي داخل هو الكيام انتهى في كل الأحوال انتهى عندما نرى المواقف الحركة الصهيونية اليوم والحرب عن حركة الصهيونية بأوروطة والعودة إلى إلى الحديث عن خطر الصهيونية والعلاقة بين الصهيونية والنازية واليوم اتفاق هفارة الذي يعيد الحديث عنه وأدعو للمشاهدين في تحس عبر جوجل هفارة هالف 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 هذا الاتفاق عام 33 بين هتلر والحركة الصهيونية يثبت لنا مرة أخرى عودة الحركة الصهيونية للتحالف مع اليمين ومتطرد في أوروبا لتحويل ما كان يسمى العداء ضد السامية إلى العداء ضد الإسلاميين ضد ما يسمى حضرتك حضرتك بتتوقع أنه نهاية حضرتك بتتوقع أن نهاية الكيان خريبة ونهاية الصهيونية قريبة صح؟ الصهيونية ونهاية نهاية المشروع نهاية حضرتك شايف أنه نهاية الكيان ده قريبة؟ نحن نبدأ الصهيونية قضية معقدة جدا كونها هي أداة بحياة بنجام الرئيس المال العالمي كما قال هرز ذاته وتعمل مطالح دول كدرة ودول صالة دول رئيس المالية والإنكريانية الصهيونية حركة خطيرة جدا على البيتانية وهي خطيرة أيضا على الشعوب الأوروبية كبير كل شيء جانبيا جرد العالم إلى حربين على البيتان الأولى أو الثانية وهي صنعت يرها هذا الحركة السهيونية في غرضه وسوف نرى العجرة المعاكسة ونعطيك أرقام إذا حذبت بأن هناك المؤرخ المؤرخ الإسرائيلي المؤرخ إذا أرقام عبر كما قال سماحة السيد حسن أن ننتصر بالنقاط ليس النهاية بالضربة الخاضية فتكون بالنقاط وهذه عقارية مهمة جدا بالصراع ضد هذا العدو الصهيوني المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابي كان لسه بيقول في فيديو انتشر جدا أنه نهاية الكيان الصهيوني نهاية إسرائيل قريبة هو بيتوقع يعني في دلوقتي بيتوقع لأنه أعتقد أنه مش هيحسوا بالأمان داخل هذا الكيان خلاص هم غير آمنين داخل هذا الكيان أعتقد أنه عدو شعور بدا لابد نشرح نقطة سمحت أن السعائنة الذين أتوا إلى فرسطين المحتلة هم اكتفوا الجنسية الإسرائيلية يعني هم عندهم جنسية أساسية وجنسية الإسرائيلية هي جنسية الثانية وليس الثانية وبالتالي ارتباطهم بالأرض أو ارتباطهم بإسرائيل هو ارتباط ثانوي وليس أساسي لذلك هم سيهربون يترقون ولكن يجب أن لا نستخدم اسمحي لأبر كناتكم الكريمة يجب أن لا نستخدم بالعدو الصحيوني ولا نستخدم بالإمبريالية الإمبريالية سقط عن كل ما لديها من أجل الابقاء على هذا الكيان ومن أجل احتفاظ فيه نحن أمام معركة لشها سلطة إسرائيل نحن أمام معركة شعوب العالم أمام معركة جدًا الإمبريالية 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 وبعد الإمبرياليين الإوروتيين بدون أتنشاك جدًا هذا النظام الذي أنشأ هذا الكيان لذلك المعركة صعبة ليس بها بسهولة من هنا من نعتقد بأن نهاية الكيان تكون بالضربة القاضية مخبئ يكون هناك مسار ومخار طويل وليس بقصير ولكن الكيان انتهى لكن هل حضرتك بتشوف أن ده الوقت اللي كل الوطن العربي يكتحت فيه بجد ضد هذا الكيان والكيان ضعيف بهذا الشكل دلوقتي ومهلهل مش دلوقتي المفروض نكتحت كلنا صحيح الشعوب العربية كلها بدون اتنشك تقص موظف مع المقاومة الفلكية صحيح شعب العربي شعب مطاء شعب ضحة بحروب كبيرة ضحة بملايين لمئات لألاف ومعين الشهداء لمصر شعبنا في مصر وشعبنا في سوريا والحراس والأردن حتى المقاتلين جاءوا من المغرب العربي جاءوا من الجزائر جاءوا من تونس دفعنا بابا الشهداء لأنه شعب العربي شعب حي ليس فقط العربي لأنه قضية تحرير فلسطيني ليست قضية العرب بحضة قضية تحرير فلسطيني هي قضية تحملها كل إنسان حر في هذه الدنيا كل إنسان حر في هذه الدنيا في أوروبا في كل العالم وشهدنا ذلك عبر مزاغرات الطلبة والأساسة والعمال وشهدناها في أوروبا وفي كل العالم حتى في بلات المستوامل الملكية وفي كندا وبريطانيا هذا التهيير الذي حصل اليوم أنه هذا قد وقت بدل وقت بدل أبنى شاك هناك بعض الأنظمة العربية للأسف طبعت مع الكيان الصهيوني هذا أعتقد أنا هذه الأنظمة أما أن تتراجع عندما تنقل بميزان القوى لصالح قوى التحرر أما هي ذاهبة ولن تستطيع أن تستمر لأنه ميزان القوى اليوم هو لمصلحة حركات التحرر في العالم والقوى التقدمية في العالم والهزيمة ليس فقط لإسرائيل إنما الآن حتى الهيات المتحدة الملكية الانتريالية على رأس الانتريالية يجب أن لا نستهين بها ويجب أن ندرسها علميا هي تملك 8 نائة قاعدة عسكرية في العالم أكثر من 800 تملك 5 قواعد عسكرية نووية في أوروبا وهي دولة رحيدة التي تملك نحن نعوّل كثيرا على الشعب الأمريكي الشعب الأمريكي شعب معطاء شعب الأمريكي شعب طيب الشعب الأمريكي شعب الحرية لذلك نعوّل على هذا الشعب هتعوّل على هذا الشعب إزاي في الانتخابات تقصد؟ في الانتخابات هتعول على هذا الشعب الأمريكي في الانتخابات ولا في المظاهرات اللي بيعملها في الشوارع لا 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 اسمحيني كي أبضح أنا لا أؤمن بالانتخابات الأمريكية والانتخابات الأمريكية مسرحية تخفضها الدولة العميقة الإمتريالية في الهاتف المسرحية هي مسرحية نراها ولكن أؤمن بالشعب للاختيار ما بين سيء وأسوأ يتحرك وأنا غير عجول اسمحيني أنا غير عجول أنت تتحدثين أنا رجل علم أنا أحلل غير مستعجل وأحلل غير مغامرة وهذه كوة البقاوة من اليوم في المنطقة في لبنان وفي فلسطين مما غير مغامرة بأنها تعتمد على العلم وأنها تأتي تضرب بعلم واقع معتدر على الانتصارات التي تتراكم فوق بعدها لنهاية إسرائيل أما نهاية الإمتريالية فهذه قضية معقدة بحاجة إلى عشرات ستبين جبما إلى أكثر لأن النظام الرئيس مالي أن يخبوط المتمسك متمسك بعضاك الشعوب هذا لا يمكن أن يستمد كما لن يستمد سابقا النظام العبودي نحن كنا عبيد أيوه أيوه معي الدكتور لسا حسن طائعي أو الأكمان تها بعد ألافات سنين لذلك الرئيس مالية التي عمرها حوالي خمس سنة والإمتريالية منذ أكثر من بها السنة يعني النظام ضدها صعب وهي بحاجة إلى تخطيط ولا علم ولا فكر وأنا وأعتقد كما يعتقد البعض أنه غدا ستنتهي أمريكا وتنتهي هذا كلام ليس لديه أي معطى علمي العلم يقول بأن المعركة كبيرة لضالي الشعوب مستمر في القارة الأمريكية في أفريكا حضرتك قلت من شوية بتعول على الشعب الأمريكي لأنه شعب طيب بتعول لأن الانتريالية أكبر خطر على الإنسان طيب دكتور حسن جوني أنا سعيدة جدا بتحليل حضرتك وأتمنى أنه يكون فيه بنا لقاء كامل نفاهم الناس الكلام المهم اللي حضرتك بتقوله ده أنا بشكرك جدا نحن نعقل ونحظوا أمور بالعلم والعاطفة حلوة ومهمة وشعوبنا خاضرة ولكن الذين يريدون الميطال كبيرة الإمتريالية والصحيونية يعملون كما يفعل السيد حسن مصر الله بعلم وبهدوء وبعكل وبحكمة بعضب التغور وعضب المخاورة مقامرة يعرف متى يدرب وأين يدرب وكيف يدرب هذا الشيء مهم جدا في الميطال كبيرة الإمتريالية أنا بشكرك جدا الدكتور حسن جوني أستاذ القانون الدولي في الجامعة لبنانية والخبير لدى المنظمات الدولية فكرة كلام اللي قاله كلام فعلا مهم جدا الكتير بيشوف دلوقتي أنه الكيان الصهيوني الكيان اللي وصينا الجسم الغريب وصينا دي نهايته الرابط لأنه ابتدى يضعف وابتدى يضعف جامد الناس اللي بي هو الكيان خلاص ما بقوش حاسين بالأمان ممكن يتضربوا في أي لحظة ممكن يتضربوا في أي وقت الناس دي يا جماعة مش قاعدين في أرضهم الناس دي معاهم باسبور تاني يسافروا بكرة الصبح لكن أهل غزة وأهل فلسطين ما عندهمش باسبور تاني ما عندهمش غيره بس باسبور فلسطيني ما عندهمش للأرض اللي هم قاعدين عليها لكن الناس التانية اللي في الكيانة عندهم باسبور تاني جايين ليه فما عندوش استعداد يموت يموت ليه ما أنا سافر بلدي لأنا جاي منها أنا موت ليه وقت العيالي ليه عدد في جيش هذا الكيان وأنا بقى آسفة وأنا بقى قول جيش بس يعني في الجيش هذا الكيان عدد المجندين اللي دلوقتي بيخرجوا مش عايزين وبيهربوا من التجنيد وبيهربوا من الجيش الإسرائيلي وفي الجيش هذا الكيان كبير جدا وهم مش عايز يموت يموت ليه وهم عندوش قضية بيدفع عنها ما عندوش هديجي تقول لي اليمين المتطرف اللي هناك هفهمك شوية هو عنده شوية حاجات متربي عليها من هو صغير عقد ومتربين بشكل معين كده فهفهمك لكن الناس العادية اللي هناك ما عندوش سبب يموت عشانه بصوا الناس كم المظاهرات اللي في الشوارع في إسرائيل شكلها عامل إزاي والتكسير اللي بيحصل والمظاهرات الفضيعة لو حضراتكم بتابعوا المشاهد عشان كم حد مخطوف بقاله فترة عشان الأسرة عشان ولادهم بصوا أهل فلسطين بيموت منهم كل يوم قد بإيه وصبرين وبيقوموا بصوا الفرق عشان ده قاعد في أرضه وده قاعد مش في أرضه ممكن يمشي بكرة الصبح فتوقعات كتير بتقول إنه هذا الكيان خلاص أرض منتهي الواحد مش عارف الكلام ده ينفع يقوله ولا ما ينفعش يقوله بس لما الكيان يكون ضعيف بهذا الشكل وهش بهذا الشكل مش المفروض إن إحنا كلنا كوطن عربي يعني هو ده الوقت هو الكيان دلوقتي فعلا ضعيف داخليا وخارجيا ضعيف مش ده الوقت اللي إحنا نتحك فيه كلنا معرفة بعض الفاصل هيا نجد لكم السيارات العربيات جريدة المال نشرت إنه فيه عدد من وكلاء السيارات الأوروبية والأسيوية بيدرسوا تحويل حصة مصر من الترازات الجديدة إلى بعض الأسواق المجورة ومنها الإمارات والسعودية والأردن ده لو حصل إيه؟ لو استمر تعطل إجراءات التسجيل المسبق للشحنات الواردة على النافذة الجمرقية وخاصة يعني الحاجة اللي أنا مش فاهمها قوي مع حضراتكم دلوقتي الأسد الأسد نمبر وعدم استطاعتهم تنفيذ عمليات الاستراد من الموانئ الخارجية شكل كده إنه فيه مشكلة في السيارات وفي العربيات وفيه الموديلات الجديدة اللي بتنزل الموديلات الجديدة لازم تنزل لو منزلتش أعتقد بيحصل مشاكل وإن العربيات ما تجلناش إحنا ويه الوكلاء يفكروا إنه هما ياخدوها ليه السعودية أو الإمارات أو الأردن هنفهم عواقب ده كويس جداً معايا دلوقتي على الهاتف المستشار أسامة أبو المجد رئيس ربط التجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية سيادة المستشار أهنا وسهل بحضرتك السلام خير يا فندم على حضرتك وعلى جمهورك الكريمة إيه اللي بيحصل بالزبط؟ اللي بيحصل من شهر ونصف تقريباً بدون سابق أنظر توقف التسجيل على النفذة توقف التسجيل على النفذة يعني النهاردة محدش يقدر يستورد عربيات لا استراد تجاري ولا استراد شخصي ولا حتى استراد سيارات معاقبة طبعاً قطاع السيارات ده قطاع ضخم جداً بتعتمد عليه موارد الدولة احنا دولة فيها 110 مليون سلعة السيارة دي سلعة استراتيجية ما هيش سلعة تكملية أو سلعة طرفيهية ما ينفعش التعامل مع هذا القطاع بهذه العشوية ليه؟ لأن احنا أنا من شهر ونصف طلعت وقلت أنا بدق نقص الخص الخطر عشان محدش في يوم من الأيام بعد اسبوع اسبوعين ثلاثة شهر يقول والله ده النهاردة دشع التجار والتجار بتزود الأسعار السعر ده بيزيد زيه زي أي منتج في الدنيا لما المنتج ده بيشح أو بينظر بس خليني أقول لحضرتك حاجة أن ساعات الأوفر برايس يعني بيبقى والسعر ساعات بيبقى زيد زيادة حبتين ولكن أنا عايزة أسألك سؤال مهم دلوقتي ولو نفترض أن مثلا الموديل السنة الجاية ما نزلش ده ممكن ينتج عنه إيه؟ بصك أنه موديل السنة الجاية أو حتى موديلات 24 بمجرد ما توقفيها لمدة شهر ده بيخلي بيحصل مجموعة من الأمور رقم واحد كل التوكلات في مصر إحنا عندنا 54 علامة تجارية مضيين عقود مع الشركات الأم لما تيجي النهاردة عربياتهم والعربيات دي عشان تيجي بيتحول مئات الملايين من الجنيهات لأن العربات دي بتستورد بفلوس أيوه كل رقوس الأموال دي اللي جزء منها التوكلات دي بتبقى أغضى قروض وجزء من الفلوس دي بتبقى أموالها بتتوقف دي خسارة ضخمة شركات الأم بتيجي الشهر اللي بعد منه تيجي تدي التوكلات في مصر الحصة الوكرة في مصر بيعترضوا بيقولوا لا دا احنا لسه مخرجناش العربيات اللي بعدتوها الشهر اللي فات طبعا التوكلات دي من الطبيعي انها مش تبعت في مصر وهتتحول لدول تانية ماشي والعربيات ما خرجتش ده يعمل ايه يعمل النهاردة اللي موجود خلاص اتباع مفيش عربيات جديدة يبقى يحصل نقاتي واحد المستهلك مفيش عربية فالسعر هيزيد اتنين التاجر مفيش عربية فمش هيبيع عربية ثلاثة الوكيل مفيش عربية فبالتالي مصروفاته ما بيقديش اراداته لان احنا مفيش عربيات فبالتالي ما بيبيعش أربعة موارد الدولة تأثرت جدا جدا لان النهاردة العربية دي تساوي جمارك بتتدفع لوزارة المالية ضرائب بتتدفع تأمنات رسم جدوى رسم تنمية قيمة مضافة مرور كل دايرة دي بتتوقف تماما لما ينفعش نتعامل في قطاع السيارات بهذه العشوائية تانا يجب القاتي واحد انت النهاردة لما رجعت السيد رئيس مصلحة الجمارك وقلت له حضرتك موقفين خروج السيارات لي قال لي احنا بنعدل المنظوم بيعدل المنظومة بمعنى ايه النفذة فيه تعديلات عن نفذة حضرتك النهاردة بلد بحجم مصر لما يكون فيه تعديلات عن نفذة وعندنا اربعة وخمسين وكالة وعندنا الاف من الموزعين والتجار بين يوم وليلة اصحى احلم اقول انا انا وقفت الاستراد وعدل النفذة ولا اقول يا جماعة بعد شهر احنا نعدل النفذة اللي جاي بعربيات من بره اللي دافع ملايين الملايين اللي واخد قروض وجاي بعربيات الاستراد الشخص اللي حضرتك ممكن يكون كل الفلوس اللي انت حطيتها بالعربات دي كل ما تملكيه يطلعوا يوفق اوضحهم ويخرجوا العربات دي وبعد شهر بتاريخ واحد سبعة احنا هنوقف النفذة ومش هنوقف النفذة كده عشوائي لازم نقول ان احنا نوقف النفذة لمدة ايه لمدة شهر لمدة اسبوع لمدة يوم ده الطريقة اللي مفروض يتم التعامل فيها مع قطاع ضخ زي مثلا على سبيل المسال النهاردة كل مصر زعلانة من قطاع الكهرباء لكن انا عارف ان القهرباء تتقطع ساعتين ولما بقى الثلاث ساعات انا عارف ان القهرباء تتقطع ثلاث ساعات يبقى ان لو ابني النهاردة هياخد درس انا هبعد عن الثلاث ساعات اللي ابني هياخد درس فيهم لو انا عندي مريض هبعد الثلاث ساعات عن الثلاث ساعات دول تبقى الموضوع واضح ومحدد لكن النهاردة بكرة الصبح انا باحلم انا بس انا عايز اقول لحضرتك بس في موضوع قطاع القهرباء بلسوا نقرنوا بموضوع السيارات عشان الناس ما تدايش لا ده ملوش دعوه ده خالص لا معلشوا الناس ما تبقى اشتعت ان كان يجب ان كان يجب ان كان يجب ان التنبيه يا جماعة احنا هنقفل الاستراد الشخصي والتجاري وكل حاجة بعد في التاريخ الفلاني وقفل الاستراد ده هيتم خلال فترة فلانية انا لما رجعت مصلحة الجمالكة يا جماعة طب انتو قفليني النافذة لمدة الديه ما نعرفش ما نعرفش ما فيش وقت محدد لمدة الديه ما نعرفش طب هو الناس براه يسكتوا علينا الناس براه يسكتوا علينا طب اسأل حضرتك سويل ايه اللي في ايدك تعمله العربيات اللي وقفة دي احنا قدمنا طلبات في مصلحة الجمالك والطلبات دي تحولت بالتبعية لدولة رئيس مجلس الوزراء واحنا نتوسم الله خير ونتوسم ان الطلبات اللي قدمناها تدرس ونتوسم ان ان شاء الله يتفتح يتفتح خد يبالك انا كل ده ما تطرقتش لنقطة في منتهى الفطورة هقول لك علي دلوقتي ليه ايه هقول لك حالا دلس بتمنى ان ان شاء الله يتفتح واختر من ده بقى ايه اه النهاردة لما حضرتك احنا بقالنا سنوات لما تيجي حضرتك النهاردة بتستوريج عربية حضرتك النهاردة قررت ان تستوريج عربية بشخصك ايه روحت النهاردة حولت فلوسها وانت بتسجلي على النفذة سجلت تسجلي في بند سيارات ما سجلش فسجلت في بند مسلا امتاعة شخصية واعتبرت ان السيارة دي من الامتاعة الشخصية والسيستم قبل التسجيل على الامتاعة الشخصية يطلع قرار بتاريخ خمسة وعشر خمسة بعد ايقاف الاسد نمبر بشوية ان حتى العربيات اللي تسجلت في بند غير البند وهو خطأ اجرائي عادي جدا جدا كل الناس ما كنت تتعرض له منفعش تخش البلاد بناء عليها طه رقمت الاف العربيات في الموانية المصرية في الوقت اللي مفيش عربيات في الوقت الاسعار ابتدت تزيد تاني ليه قالت العربيات هيبدأ يظهر الوفر برايس تاني وتبدأ تمسكه في التجار تاني وتقوله جاشعة التجار تاني لما النهاردة تحلت مشكلة الدولار بالصفقة العظيمة بتاعة رأس الحكمة الاسعار كلها سعرها نزل بشهادة الدنيا كلها نزل كم في المية يا فند؟ من خمسة لخمستاشر وبعد العربيات تجوزت التلاتين في المية ولو عايز اقولك اسماء على مسؤوليتك اقولك قل نيسان كان من مليون ومية وخمسين نزلت لسبعمائة الف جنيه اكتر من تلاتين في المية مثلا وغيره 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 احنا كلينا دور ابدا توفر الدولار انتهت المشكلة الاسعار نزلت وغيره وغيره عشرات الامثلة لا يا سيادة المستشارة انا هطلب من حضرتك يعني تفضل معي على الخط ما تقفلش انا معي دلوقتي الاستاذ احمد عوض الصحفي بقسم السيارات في جريدة المالية استاذ احمد وعلى كل استاذ المشاهدين يا فند حبيب تعلق تقول ايه في البداية بس لازم نكون عارفين ان قطاع السيارات من القطاعات التي تتأثر بشكل كبير وخصوصا في موضوع الاسترات او اتخاذ اي قرار في عدد كبير من الوكلة اكدوا انهم مش عارفين يستوردوا في الوقت الحال وده كان بسبب بعض الاجراءات اللي منها صعوبة التسجيل على النافذة الجملكية المعحدة معظم الوكلة والمستوردين كانوا متعزين على كميات كبيرة من السيارات من فترة ومع صعوبة التسجيل على النافذة معرفوش يكملوا جراءات الشحن ولا الاسترات في بعض الشركات لها كميات وشحنات في المواني وتحديدا الاوروبية لدرجة ان الشركات العالمية بعتت للوكلة اطماط ان في رسوم ارضيات وبيتم رسومها بسبب احتجاز الشحناء بتاعتهم في المواني وبالتالي بقى ده بيمثل عب كبير على الشركات نخمص بعض الوكلة بدأ يشوف كلول الموضوع واللي كان منهم تحويل الحصص والكميات الموجودة في المواني برا لبعض الاسواق وخصوصا ان ما فيش رؤية واضحة او معاد محدد لحل موضوع التسجيل على النافذة وبعض الشركات قررت ان يتدرس موضوع تحويل الحصص اللي متأخذ عليها للاسواق اخرى كل التشابس والمواصفات العربية زي الاردن يعني خضرتك بتؤيد بتؤيد كلام المستشار عسامة ابو المجد بتؤيد الكلام بتاعه او مع ام طبعا طبعا فيه جديد موضوع تضيفه ولكن كل تأثير كبير يا فندم على حاجة لازم لكون واسكن منها مهم ان دلوقتي ان التجار بدأ ويرفعوا الاسعار وخصوصا كمان ان المعروض بدأ يهل في السوق احنا كنا بنشوف فيه خصومات بتوصف عن السعر رسمي لمتين الف جنيه ايوة دلوقتي الخصومات قلت قلت بشكل كبير طيب استاذ احمد عوض صاحب في خصم السعرات في جريد الضمان انا بشكرك جدا يا سات المستشار حضرتك لسه معي انا بس كنت عايز اشوف لو فيه اي معلومة جديدة اه تفضل انا بارجو محد شئول الاسعار زادت وجاشع التجار والتجار زودت التجار مش من مصلحتها انها تزود الاسعار نهاردة لو انا معايا مليون جنيه بيجيب خمس عربيات غير معايا مليون جنيه بيجيب عربية واحدة يا فندم مش من صالح التاجر ان اسعار تزيد والله ما من صالحه من فضلكم شوفوا اسباب الزيادة ايه احنا بنقول لكم ايه اسباب الزيادة يا فندم بص يا فندم من تلتو ميت سنة اكبر علم اقتصاد ادم سيميس قال اذا قل المعروض اذا قل المعروض زاد السعر حضرتك النهاردة ما فيش عربات بتخش زي ما قاله استاذ احمد كده ما فيش عربات بتخش السعر هيزيد اوتوماتيك في عربيات السعر هيبقى عادل او السعر هيبقى ناكس انا عايزة ازال حضرتك سؤال لو العربيات اتوفرت وكله تمام هل ممكن الاسعار تنزل يعني ايوة انا بتكلم على ان احنا انا فاهمة ان احنا كنا متعودين على اسعار العربيات كنا في فرنج معين دلوقتي سعر العربية يعني مليون جنيه جمولك عربية اللي هو ايه يعني متوسطة يعني اللي هو مش احنا حال داني لست ام اديكي مثال لست ام اديكي مثال دلوقتي حال من 1150 و1200 بمجرد ما الصفقة حصلت ودولارات دخلت البلد نزلت يا فندم ل700000 جنيه عايزة مثال شفافية ومصدقية اكتر من كده ممكن تنزل اكتر كمان ممكن تنزل يا فندم اكتر والله تنزل اكتر بس من فضلكم زيلوا المعوقات هي مش التجار الشميع يعني قول المناجدة بتاعت حضرتك دلوقتي احنا ما حضرتك انا يا فندم عايز دلقاتي بعد اذنكم مفيش قرار او قانون بطبق باصر رجعي 525 صبحتم حلمتم اني مفيش تعديل على النفذة الكلام ده غلط كل العربية اللي تم شحنها كل الاسد النمبر اللي تم قبل كده كل اللي كنت بتسمحه بدخول السيارات على بند غير السيارات من فضلكم فورا تسمحوا بدخوله عشان السيارات المقدسة في الموانيد تخش عشان التوكلات ما تخربش بتا عشان التجار ما تخربش بتا عايز بعد كده تطبق اي حاجة قول ان النهاردة انا من تاريخ كذا انا مش ادخل عربيات لفترة كذا بعيدا عن المنظومة او النفذة او لا خد قرار بس القرار يبقى واضح للجميع عشان احنا النهاردة بنشيل شيلة مش بتاعتنا ايو ايو والمستهلك اول واحد بينضر والتاجر بينضر ورا منه المستهلك النهاردة لما كانت العربية بمليون ومئتين ولسه حضرتك بتدي مثال كان صعب جدا تركبيها لما نزل السبعمية ممكن تركبيها لو رجع التاني لمئتين وثلثمية زي ما كانت حضرتك وغيرك وغيرك هيقدروا يكابوها النهاردة مش من مصلحة حد ان الاسعار تزيد لتتوفر السرعة السعر هينزل اوتوماتيك ممكن اسأل حضرتك سؤال ممكن اسأل حضرتك سؤال فضلي المشكلة تتحلت وان شاء الله تتحل بعد مناشطة حضرتك دي وانا متأكدا ان المسئولين هيسمعوا صوت حضرتك ويشوفوا ويحلوا على طول ان شاء الله ان شاء الله انت البرنامج بتاعك متزع ومتشايف وانا متأكدا من صوتنا يوصل عن طيق حضرتك ان شاء الله بإذن الله انا اسأل حضرتك سؤال بقى انا كمواطن عادي انا اعرف وراكز معا كويس والمشاعة تركز معا كويس لما تجت قرني لما تجت قرني لما تجت قرني لما تجت قرني في مصر بالذات قرني ما بين معادلة تكون يعني عارف اللي بقولك قبلت قبل مش قبلتوا بنان حضرتك المهار ده متروحش تقرني لعربيات في الخليج 3000 سسية 4000 سسية وعربيات سسية عالي جدا في مصر لان العربيات دي في مصر لما بتخش عايز اقول لقى إن بتوصل الجمالك بتاعتها ورسم الجدول ورسم التنمية الجمالك بتاعتها بتعدل 278% برسم الجدول ورسم التنمية حضرتك لما تقرني قرني السيسيات المنخفضة اللي مصر بتبقى موقع على اتفاية الدولية فيها اللي مصر بتبقى بداخل زيرو جمالك هتلاقي إن السهل يكون واحد أو الفارق بسيطة جدا اللي هي عبارة عن العشرين وعشرين في المية اللي هي 14% خيمة وضعفة و3% رسم الجدول ورسم التنمية هتلاقي إن الأسعار قريبة جدا لو زودتي الواحد وعشرين في المية دول على سعر العربية اللي موجودة في الخليجة أو في أي دولة تانية هتلاقي يكون تقريبا حاجة واحدة طبعا لكن ما تقرنيش حضرتك النهاردة عربيات السيسي عالي لإني النهاردة القرد السيسي عالي هتزودي أوتوماتيك الجمرك اللي بأرقام حضرتك لا تتخياليه طب أسأل حضرتك سؤال تاني هل بيبقى فيه تسهيلات للناس اللي هي مثلا الممكن تاخد قرد أو كده وما يكونش فيه فوائد عالية للي عايز يشتري عربية ناس الشاباب اللي في بداية حياتهم المواطن العادي يعني تقصدي هو شاب دلوقتي في بداية حياته وعايز يجيب عربية يقدر إنه هو ياخد قرد إزاي وما يبقاش فيه فوائد عالية يعني الفوائد تبقى كأنها مش موجودة هل ده موجود عندنا؟ هي موجود في حالة واحدة بس وكويس إنك إنت برضو دي سؤال مهم جدا وزكي جدا ولكن هو مش هنطبق على الجميع مش في مبادرة عظيمة جدا جدا في خامة الرئيس كان هو بنفسه اللي تولى يعني إطلاقها وهي مبادرة عشرين واحد وعشرين اسمها جو جرين جو جرين تبتسمح بإحلال السيارات شفتها اللي عنده عربية قديمة اللي عنده بنعيد هولي الناس اللي عنده عربية قديمة عد عليها عشرين سنة يقدر ياخد عربية زيرو وعليها غاز طبيعي وهيشتروا منه العربية الأديمة بأعلى سعة والعربية الجديدة هياخدها بفايدة 3% على عشر سنين وده حاجة غير موجودة نهائيا في البنوك المصرية ولا أنت تتكرر من رؤوك حلو ده جدا حلو ده جدا أقولك على حاجة والعربية الجديدة كمان من غير ضريبة القيمة المضافة ومن غير الرسم جادمل وغير الرسم التنمية حلو ده طب ويروحوا جو جرين ده ازاي بقى فيه منصة وفيه موجود الكلام ده فيه موجود الكلام ده وفيه طبيع ويقدر يسجل بس أهم حاجة يكون عنده عربية قديمة ويكون عد عليها عشرين سنة وتكون ملكه إن شاء الله خير فيه حلقة هتجمعني مع حضرتك قريبا يا سيد المستشار إن شاء الله وأتمنى أن صوت حضرتك يوصل ونفرح قريب أن المشكلة دي تحلق يا رب عن طريق حضرتك إن شاء الله تحيات يا فرحي أشكرك جدا المستشار أسامة أبو المجد رئيس ربط التجار السيارات ونائب رئيس شعب السيارات بالتحايد الغرف التجارية أشكرك جدا وإن شاء الله المشكلة دي تتحلق قريبا آخر ملف معي النهاردة مقرأ الجمعة إن شاء الله فيه مناظرة مهمة جدا هتحصل في أمريكا ما بين بايدن وترامب بايدن بيعبر عن الحزب الديمقراطي وترامب بيعبر عن الحزب الجمهوري ولو سألتوني في رأيي أنا الشخصي إن المناظرة دي والانتخابات دي ما بينها السيء للأسوأ يعني الاتنين أسوأ من بعض الاتنين كبار جدا في السن الاتنين بيحاولوا يرضوا اللوبي الصهيوني بأي شكل من الأشكال وأنا أعتقد وأراهن إن في المناظرة دي هتلاقي الاتنين بينفسوا بعض إحنا هنرضي اللوبي الصهيوني إزاي هنرضي إسرائيل إزاي يعني وهتشوف مع حضراتكم بايدن حقيقي بجد مش هزار الراجل بينام وقعد أنا أموت وعرف المناظرة دي هتكون لمدة ساعة ونص وساعة ونص بصوا بقى القوانين الصارمة في هذه المناظرة معاه بس أصاد وورقة وقلم ولمعاه أزازة مايه عفوا ولمعاه بقى حد بيقوله هتقول إيه ولا حد بيقوله هتعيد إيه وفي قوانين والمايك هيبقى مقفول لما يكون نظيره بيتكلم يعني الموضوع هيكون قوي جدا مناظرة دي أعتقد جزء كبير من العالم هيتفرج عليها هيتفرج على ترامب وبيدن ترامب اللي بيطلع في كل مكان ما بيلاقيش فرصة بيستغلها وبيمسك بايدن بيتاريق عليه في كل شيء بس بايدن حجوز جدا في السن أعتقد 82 سنة دلوقتي 82 سنة دلوقتي الراجل مش عارف يمشي مش عارف يطلع سلم الطيارة بيروح يسلم على ناس في الهوى ده حقيقي بيحصل فيه ناس بتقول انه طبعا ده يعني أعتقد انه مش صحيح بس فيه ناس بتقول انه همز بني آدم انه روبوت أو بتقول ده فيه حاجة مش صحة سنة هو يترشح لفترة تانية ده غريب جدا برضو يعني الحزب الديمقراطي انت ازاي ترشح بايدن لفترة جديدة والراجل خلاص خرف دخل في مرحلة الخرف بجد هو مش واعي للمكان اللي هو فيه مش واعي هو ترامب بيدعم اللوبي السهيوني والكيان السهيوني واسرائيل دعم كبير جدا وملوش اول من اخر هو اللي اعلن القدس عاصمة اسرائيلية فترامب ده يعني يعني فيش اختيار جيد ما فيش اختيار جيد انا بس بستغرب من حاجة وهنتكلم اكيد عن المناظرة دي ما تحصل ان شاء الله ديمقراطية ايه اللي بتكلمه عنها فين ايه ديمقراطية دي هي مصرحية فعلا مصرحية هزلية ما بين السيء والاسوأ العجوز والعجوز اكتر منه والاكتر عجزا يعني فين الديمقراطية دي ايه ديمقراطية دي والاتنين نفس الاتجاه والاتنين نفس السياسة على فكرة ده سيستم امريكا دي سيستم اللي هيجي يتحط على الكرسي هيمشي على نفس السيستم اللي هو ماشيين عليه مش فارق مين قاعد فهو من سيء لأسوأ ولكننا هنتفرج على مصرحية ديمقراطية المفروض يعني وهي هتبقى كوميدية طبعا لأنه ترامب يميل لأنه هو شخص كوميدي هيفضل طبعا يتريق ويحاول أنه هو يقلل من خصمه على قد ما يقدر وخصمه بايدن خصم هش وضعيف وعجوز وخرف وبينسى وحاجات كتير جدا كل اللي بيحصل دا يهم من احنا في إيقى شرق أوسط منطقة بتاعتنا كل واحد يوم هيتعامل ازاي في قضية قطع غزة واعتقد طبعا القضية دي هتبطرح في المناظرة كل واحد يوم هيتعامل ازاي في لبنان في المنطقة الشرق أوسط كله ولكن انا اعتقد انه مفيش فرق لزين زي بعض هل ممكن في يوم من الايام نشوف فيه حزب ثالث غير الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي بيقدم ورشح قوي يخش في الانتخابات اصلا انتوا مفيش خيارات عند الامريكان على فكرة فين الخيارات اللي عندهم يختاروا مين يختاروا اللي كان رئيس عندهم قبل كده ولا يختاروا اللي موجود اللي قاعد اللي هو اساسا خلاص على مشارف الموت اللي عجوز يختاروا مين وفيش غير اللي هما الاثنين دول فهي دي الديمقراطية لو ما بيتكلموا عليها مش عارفة هنشوف المناظرة مع حضراتكم وتابعوها واكيد هنرجع نعلق عليها ان شاء الله وحشوفكم ان شاء الله في حلقة بكرة جديدة من خلاصة الكلام بكرة حلقة مهمة جدا جدا مع الخبير الاقتصادي الدكتور حسن الصادي هنتناقش معاه في كل ما يحدث في الاقتصاد المصري والعربي كمان ونشوف الملفات هنفتح معاه كل الملفات انا عارفة ان الحلقة دي بتكون فيه ناس كتير بتحب انها تتابعها فان شاء الله بكرة هيكون معنا الدكتور حسن الصادي مشكركم جدا خلصت حلقتنا من خلاصة الكلام كنت معكم اميرة بدر سلام شكرا شكرا